ننوه مشاهدين إلى أنه يمكنكم متابعة وثائقي سيُعرض غداً على التلفزيون الآن تحت عنوان مخلوف مملكة الجشع معي هنا في الاستوديو على أي حال دكتور أسامة القاضي رئيس مجموعة عمل اقتصاد ثوريا لنناقش كل هذا الموضوع تفاصيله وتداعياته أسهل خير أهلاً بك معنا دكتور أسامة استماعت حضرتك لهذا الجزء من المقابلة مع المسؤول السابق لمجموعة مخلوف الاقتصادية بداية هل من أرقام أو أسماء لدى حضرتك تضاف إلى ما ذكر بهذا التقرير؟ لا هو الحقيقة المسألة تتجاوز الأسماء هو يستطيع أن يهرب الأموال ويتلاعب حول العقوبات الاقتصادية بأي أسم كان وكل يوم يمكن أن يخترع أسم جديد من الحاشي والبيطاني وأولاد العموم وأولاد الأخوال وإلى أبعد مساعد له الحقيقة الأسماء الحقيقة ليست مهمة بهذا الشكل بقدر هل هي تلك العقوبات تقوم فعلاً بالضغط الحقيقي على النظام السوري أم لا؟ وحقيقة أنه لا يوجد قوى مؤثرة حقيقية لا هي أوقفت تهريب الأموال الحقيقية إلى بيلاروسيا أو إلى أي دولة أخرى الدول بما أنك ذكرت هل من أيضاً دول معينة نتحدث عنها هنا؟ وإلى أي درجة هذا مرتبط أيضاً بموضوع أنه عدم وجود ضغط عليه بسبب العقوبات أو تهرب منها؟ كما قال بالمقطع الذي وضعتموه هو هناك دول في شبهة أنه يتعامل معها الدول نفسها هل تستطيع أن تقدم وتتعاون مع المجتمع الدولي؟ وهل هناك قوة ألزامية بأن تخرج الوثائق بأنه تعامل فعلاً وبشكل حقيقي معهم؟ يعني لولا سربت من الـ HSBC وثائق وهذه الوثائق تعود إلى 2006 هو غير ملزم بها حقيقة ولما كنا عرفنا بحجم الأرقام الأرقام كلها تقديرية 10 مليار لـ 70 مليار لـ 100 مليار والمسألة للأسف لا زالت قائمة الآن عن طريق البنوك اللبنانية طالما هناك بنك لبناني يستطيع التعامل معه وطالما أن هناك بنوك في إيران وفي العراق وهناك أكثر من دولة تغطي على هذه المسألة فلا يوجد هناك أي حقيقة قوة حقيقية تستطيع أن تضبط هذه السريب الفساد التي يتبعها البنوك طبعاً البنوك هي تحت حكم تلك الحكومات يعني الآن إذا وضع في البنك اللبناني الذي يسيطر فيه لبنان هو حزب الله أو هي قوى مساندة لحزب الله إذن لا يمكن الكشف عن هذا الفساد من الطبيعة لن يضع هو باسم مثلاً راي مخلوف أو سواه باسمه الشخصي سيضع بأسماء أخرى طبعاً حتى لو سرب وثائق من البنوك كما سرب بعضها لو لم يسرب أعني لا يلزم هذا ما في حمده بداية حديثك صحيح لا يلزم البنوك على كشف وثائق إلى الآن لا يوجد جهة حقيقية دولية تطالب بنشر كل الأموال المهربة من عام 2011 إلى هذه اللحظة حتى لو لم نسأل عن ما قبل 2011 إلى الآن من 2011 منذ وضع العقوبات الاقتصادية الحقيقية على هؤلاء الأشخاص إلى اللحظة لا توجد ملاحظة فضلاً عن أن هناك أموال محتجزة لدى دول عربية وأجنبية موجودة هي للنظام وإلى الآن هي لم توضع لا بيد الجهة دولية تساند الشعب السوري ولا كشف حقيقة عن الأرقام الحقيقية لهذا الفساد فإلى الآن رجالات الفساد الأرقام تختلف تؤثر بموضوع أنه نتحدث قلت حدثك ليس في رقم مؤكد نتحدث عن 2.6 تريليون دولار أو أياً كان الرقم هذا على مستوى ربما كل الفساد في العالم لكن هو التقديرات التي تقول لحد المئة مليار ولا أقل الخمسين مليار هذا كله يبقى يعني أنا في اعتقادي هذا كله للاستهلاك الإعلامي طالما أنه لا يوجد قوة ملزمة تلزم كل بنوك الكرة الأرضية على إخراج الوثائق الحقيقية بحجم الأموال التي أودعها كل أنظمة الفساد وكل طرق الفساد عن طريق النظام السوري هو ثنائية الاستبداد والفساد موجودة والأرقام حتى بوجود سوريا هي على رأس قمة الفساد الآن عربياً أو دولياً هذا موليس جديد لم ينزل هذا التصنيف ولا خمسة أو عشرة أرقام من 2011 نحن كنا أسوأ خمسين دولة في العالم من دول الفاشلة ومن الدول الفاسلة في العالم هذا قبل 2011 يعني خلال الحروب بطبيعة الحال يتغول النظام بشكل أكبر ألية تطبيق موضوع العقوبات وتعامل البنوك مع هذا الموضوع سهلة يعني نتحدث عن ألية تطبيق صعبة ربما هنا أم لا أم الموضوع موضوع إرادة حقيقية لا لا يوجد إرادة سياسية في دول العالم كلها لكشف الأرقام الحقيقية هذه الأرقام الحقيقة من الأخير الجهات الأمنية الدولية هي الوحيدة الكفيرة التي تستطيع أن تعرف هذا الرقم الحقيقي وإذا كانت الجهات الأمنية لا تريد أو هي غير جادة فعلا في التضييق على النظام إذن لا يمكن لأحد أن يعرفه حجم هذه المبالغ لا يمكن يعني الآن أنت مهما سربت ابنه ثائق لو هو يستطيع تكذيب كل ما قيل الآن طيب الآن إذا لم يتأتي الجهة الأمنية السويسرية وتقول لي يا أخي كل ما يتعلق في السوريين هذه أسماءهم وهؤلاء المشتبه بهم المقربين من رايم مخلوف لو أن هذه المسألة جرت على كل بلاد أوروبا وعلى بلروسيا وعلى روسيا تأكيد بالوثائق والأسماء يعني الأرقام هذا ما سألته قبل قليل لا تؤثر حقيقة غير حقيقية ولا تؤثر يعني الآن المائة مليار ولا المائةين مليار هذا ما قصت ومسألة الفساد هو جارية يعني لم يتوقف أصلا المسألة الآن سيريتين موجودة وكل أجنحة الفساد في الداخل موجودة بشكل أكبر للأسف آخر أصلا وثائق تثبت أن الأمم المتحدة بالبرامجها الإغاثية التابعة المسؤولة عن إغاثة الشعب السوري أكثر من 90% تعطى للنظام السوري هذا يعني هذه كارثة حتى الأمم المتحدة تعطي الإغاثات للنظام السوري لتوزيعها هناك أكثر من 28 مدينة محاصرة كان في لحظة من اللحظات والناس تموت جوعا ويسلم له أكثر من 3 إلى 4 مليارات دولار على مدى 5 سنوات من الإغاثات التذهب إذن لا يوجد هناك إرادة دولية حقيقية يعني هذه المسائل يعني الشعب السوري الحقيقة بات واضحا لديه أنه لا يوجد إرادة دولية بضبط هذا الفساد وبإرجاع الأموال بلك حتى الأموال المحتجزة لدى الدول الغربية والدول غير الغربية موجودة إلى الآن ولم تضع بأيدي الانتصار لثورة هذا الشعب المسكين المكلوم إلى اللحظة يعني طبعا هذا يؤثر اقتصاديا لطبيعة الحال لسوريا الآن مستقبل سوريا كل هذا وهذا وكان يؤثر بماضي سوريا ومشكلة حتى بالمناسبة استعادة هذه الأموال هو ليس بالأمر السهل يعني إحصائيا لا يوجد ولا 3 إلى 4 بالمئة من الأموال التي طلبها شعب مكلوم بعد أنظمة استبداد عادت إليه يعني لنكون صرحاء المسألة ليست بهذه البساطة لأن لا يوجد هناك إرادة دولية بإعادة أموال ولا حتى محاسبة حتى لو بعد زمن طويل قد تأخذ عشرات سنوات هو يستطيع يستطيع المماطلة يعني الآن لو أنت استثمر هو 10 مليار دولار في دولة ليس من صارح تلك الدولة أن تعطي هذه الألقام هذا معنى ستعيد هذه الأموال فهي ستقاوم ولا يوجد هناك أي أداة حقيقية ضغطة باتجاه استعادة هذه الأموال سؤال أخير لا أعرف إلى ماذا هو متصل بهذا الموضوع كيف يثق بشار الأسد اليوم بأن يهرب هذا الكم من الأموال باسم أحد آخر أيًا كان يكون يعني هلا هو مضطر يعني هو أمامه شبكة من المافيا بين قوسين الاقتصادية هلا هم لهم أدواتهم بالتهديد لهم أدواتهم بالوعيد لهم أدواتهم بأثقة بين معهدات تحت الطاولة بينهم وبين دول كان هي دول أصلا استبدادية في استثمار هذه الأموال في وضع الأموال بأسماء مستعارة بأسماء وهمية قد يكون قد يكون السائق أحد الأشخاص هو الذي يضع تحت اسمه مليار دولار لكن أمه هو أبوه وأخوه هو كله في المعتقل في أي لحظة لو أحب أن يلعب على هذه المسألة ممكن أن يباد هو وكل أهله المسألة بسيطة بالنسبة للمافيات هو محكمة طالما أن معظم مافيات العالم تتعامل مع هذه المافيات أصلا هم شبكة وحدة مشتابعين مش منفصلين عن شبكة الفساد العالمي أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا هنا في الستوديو دكتور أسامة القاضي رئيس مجموعة عامل اقتصاد سوريا ترجمة نانسي قنقر